الجزء الثالث من موضوع مفاتيح الحقيقة والوهم ونشجعكم أحباؤنا وأعزاؤنا أن تراجعوا وتشاهدوا الجزء الأول والثاني الكون الذي هو أمامك يقسم إلى ستة أقسام رئيسية أولا العقل الكوني وثانيا كما ترى في مركز الشاشة العقل الباطن وثالثا هنا قسم والذي هو جزء من العقل الباطن تخزن فيه الفلسفات والعادات والأحلام هذه أمامك ورابعا العقل التحليلي وخامسا الجسم الإنساني الفيزيائي الذي يتكون من العظام والعضلات والدم وسادسا الجسم الفيزيائي الأرضي وأيضا حول الأرض والكون الذي يتعامل ويتفاعل معه الإنسان بمعنى الجزء المادي من الكون هذه الستة أجزاء هي كلها واحد إذا لم يكن موجودا العقل الكوني بمعنى أن العقل الباطن والعقل التحليلي وكل شيء في هذا الكون سوف لا يكون موجودا إذا لم يوجد الإنسان سوف لا يوجد العقل الكوني إذا لا يوجد العقل الباطن سوف لا يوجد الإنسان إذا لا يوجد الكون المادي رقم 6 سوف لا يوجد الإنسان الفيزيائي سوف لا يوجد العقل الباطن سوف لا يوجد العقل الكوني الخطأ الذي يرتكبه أغلب البشر هم يعيشون في جزء صغير من هذا الكون محصورين في العالم الوهمي أو الذي يسمى بالعقل التحليلي فمنذ ولادة الإنسان على كوكب الأرض يبدأ هذا الإنسان بالاتجاه لتحقيق رغباته فيفكر بأنا أنا أريد أنا أريد أنا أريد أن أنجح في الحياة أنا أريد أن أحصل على درجة علمية أنا أريد أن أشتري بيوت أنا أريد أن أتزوج ويجد جاهدا يظن هذا الإنسان يجد جاهدا ويظن أن هذا هو العالم الحقيقي ولكن أثناء فترة حياته ينصدم بالمعاناة يتزوج وبعد خمسة عشر سنة مثلا من الزواج ربما نرى غير مستقر في زواجه أو ربما يفقد أحد أفراد عائلته فيصاب بالحزن أو ربما يعمل لمدة عشرين سنة في شركة وبعد ذلك الشركة تفلس فيرجع هذا الإنسان حزينا جدا أو فنانا مشهورا يصعد إلى قمة النجومية ونراه بعد ذلك يهبط وبعد الهبوط نراه يشعر باكتئاب شديد لأنه لا أحد يتصل به ومعجبيه الذين كانوا يصفقون له كانوا قد تركوه وهو وحيدا منعزلا فهذا العالم أحباؤنا العالم الفيزيائي هو عالم الوهم لماذا؟ لأن في هذا العالم تتحد المعاناة مع الرغبات والغرائز فعندما تريد تحقيق رغبة أو غريزة سوف تأتي المعاناة مع الرغبة والغريزة وبالتالي يستمر الإنسان في العيش في تصارع ما بين معاناته ورغباته وغرائزه ويكتشف في النهاية إنه خسر كثيرا أو إنه أخطأ كثيرا لماذا؟ لماذا يخطأ الإنسان في العالم المادي أو العالم الوهمي؟ لأن الإنسان لا يعيش الحقيقة المطلقة لاحظ الدائرة خمسة والدائرة ستة لاحظها الدائرة خمسة الإنسان يرى شيء على الأرض أو في الأرض فيبدأ بالحكم على هذا الشيء ربما يحكم إيجابيا ربما يحكم سلبيا أو ربما يحكم معتدلا أو ربما يحكم على هذا الشيء بصورة شاؤمية أو بصورة إيجابية إذن هو يتغير الإنسان يتغير في النظر إلى الحياة وهو يعيش في هذا العالم فنراه في الطفولة أحكامه وقراراته تختلف عندما يصل إلى سن الشباب وبعد تجارب عديدة بعد سن الشباب نراه أيضا تتغير أمزجته وقراراته وأفكاره وخططه وستراتيجياته فهو متغير باستمرار العالم الوهمي هو عالم متغير لأنه وهم العالم الحقيقي المطلق لا يتغير لأنه ليس وهميا أيضا لو تلاحظ الأسهم من طرفين الكون كله في كل ثانية نحن نعيش في الكون في كله في حالة تفاعل فلاحظ السهم ما بين العقل الكوني والعقل الباطن يعني رقم واحد ورقم اثنين تفاعل واثنين مع ثلاثة أيضا تفاعل وثلاثة وأربعة تفاعل وأربعة وخمسة تفاعل سهم ذو طرفين ولكن خمسة وستة السهم يتجه باتجاه من الإنسان إلى الكرة الأرضية ماذا يعني؟ بمعنى أن الإنسان الذي يتفاعل مع الأجسام المادية إذا أثرت عليه وقتنع بها فهو يدخل الخطأ نكرر عندما ترى أشياء لنفرض هذا المثال أنت ترى سيارة هي ليست سيارتك وشخص يقودها ربما تشعر بالغيرة لأنك ربما تملك سيارة قديمة أنت لماذا تشعر بالغيرة؟ لأنك تعتقد أن هذه السيارة الحديثة التي يقودها شخص آخر هي حقيقة موجودة ولهذا الإنسان يصاب بالغيرة ولكن عندما تعرف أن هذا العالم هو كله وهم معنى هذه السيارة أو البيت أو القصر أو الجزر أو المياه المحيطات البحار كله وهم غير موجود موجود فقط في اعتقاداتك وأحسيسك وانفعالاتك فعندما تعرف أن هذا العالم نكرر هو وهمي فبالتالي الإنسان سوف لا يصاب بالغرور الإنسان لماذا يصاب بالغرور؟ لماذا يصاب بالقلق؟ لماذا يصاب بالخوف؟ لماذا يصاب بالأمراض؟ لأنه يعتقد أن هذا العالم حقيقي فيعتقد أن مشاكله حقيقية يعتقد أن عمله غير جيد يعتقد أنه ولد في عائلة وهو غير محظوظ في هذه العائلة وهذا كما ترى في السهم الأحمر هو الموت الموت الإنسان في العالم المادي إنسان ميت لماذا نقول الإنسان في العالم الأحمر أو العالم الوهمي إنسان ميت؟ لأنه يعيش جزء صغير جدا 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 من الحقيقة المطلقة عندما تقفز وتعيش في الدائر رقم اثنين العقل الباطن رقم اثنين هناك ما هو موجود يتساءل الإنسان في رقم اثنين وهذا السؤال نقرأه معا ماذا موجود هنا في العقل الباطن رقم اثنين في اللون الأزرق الفاتح في هذه المساحة الفراغ المطلق في الفراغ المطلق لا يحكم ولا يقرر عندما تعيش هناك وأنت لا تحكم ولا تقرر وأنت الفراغ المطلق من هناك أنت تنتقل من السجن إلى الحرية لماذا؟ لأنك أنت سوف تزيل الدائرة ثلاثة لأنك أنت قفست ما بعد الدائرة ثلاثة يعني فلسفاتك عاداتك طموحاتك مواهبك أفكار سلبية أفكار إيجابية قناعات كلها تزيلها لماذا كلها يجب أن تزيلها لأنها ليست من طبيعة الكون هذه الدائرة رقم ثلاثة جاءت من بناء البشر الخاطئ واعتقاداتهم الخاطئ ولهذا الدائرة أربعة العقل التحليلي يستنبط دائما من الدائرة الثالثة الدائرة الثالثة هي مديرة أو مدير الإنسان يعني الدائرة الثالثة هي المدير الرئيسي للدائرة أربعة وللدائرة خمسة فالدائرة خمسة الجسم المادي يقرر ويعيش ويتفاعل اعتماداً على ما يأخذه من أوامر من الدائرة أربعة والدائرة أربعة تفكر وتفرز وتحلل اعتماداً على ما هو موجود في الدائرة ثلاثة وهذا العالم العالم الوهمي العالم الخاطئ فعندما تنتقل إلى الدائرة رقم اثنين أنت كيف تفكر من هناك الجواب في الدائرة رقم اثنين أنت تعيش هناك أنت لا تفكر أنت ليس في حياتك وأنت في الدائرة اثنين ليس هناك إيجابية ليس هناك سلبية لأنه ليس هناك عادات ليس هناك فلسفات ليس هناك أحلام كل شيء فراغ مطلق ومن هناك أنت تعيش التحرر والتحرر يكون مطلقاً وأبدياً ربما يتساءل البعض يقول ما هي الفائدة لو نعيش في الدائرة رقم اثنين الجواب الفائدة العظيمة عندما تعيش في الدائرة رقم اثنين أن العقل الكوني الدائرة رقم واحد يبدأ يتصل بك وأنت تتصل به بمعنى أنت تتوسع أكثر وأكثر 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 لكي تصل في النهاية إلى العقل الكوني الذي هو حقيقتك عندما تعيش في الدائرة خمسة وأربعة وثلاثة العقل الكوني لا يستطيع أن يتصل بك أو يتصل بك ولكنك مقيد أيضاً بنفس الوقت مقيد بالمواهب والأفكار السلبية والعادات والأحلام والطموحات فتشعر بالحيرة تشعر بالضجر تقوم بالتفكير وتسأل نفسك هل الله موجود هل الله غير موجود لماذا أنا أعاني لماذا حياتي هكذا لماذا أنا غير محظوظ لماذا أنا مريض لماذا أنا تجارتي غير مستقرة لماذا لا أملك هذا الشيء وذلك الشيء لأنك هنا في العالم الأحمر أنت مقيد بفلسفات المجتمعات وبالعادات الإنسانية لكن عندما تقفز إلى الدائرة اثنين أنت تبدأ لأول مرة في حياتك بالاتحاد مع العقل الكوني الآن أين موجود الدائرة رقم اثنين يعني هذا العقل الباطن أين موجود الذي هو الفراغ المطلق هذا الفراغ المطلق موجود في داخلك الآن موجود هو في داخلك وهذا العقل الباطن هو موجود في كل إنسان لأنه هو الله هو نسخة من الله العقل الباطن هو نسخة من الله فعندما تريد أن تعيش الحقيقة المطلقة يجب أن ترجع إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء وتحفر تحفر 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 في أعماق 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 نفسك لكي تستخلص الكنز الحقيقي الذي هو العقل الباطن والذي هو الفراغ المطلق فأنت تعيش من هناك هو في داخلك أنت لا تجري وراءه يظن البشر أن العقل الكوني والعقل الباطن يجب أن يذهب إليهما أو يبحث عنهما خارج عن الإنسان ولكن العقل الباطن والعقل الكوني أيضا موجود في داخلك أنت عندما تعيش إنسانيتك أنت عندما تعيش نفسك هنا نقول أنت تتخلص من سيطرة الوهم عليك بمعنى أنت تتحرر من الأمراض المخاوف التعاب الخجل التشاؤم تحرر يكون أول نقطة من نقاطه أن تعيش الفراغ المطلق لا تحكم ولا تقرر ولا تفكر بأي شيء سلبي وبأي شيء إيجابي عندما ترى تفاحة لا تراها تفاحة وإنما تراها جزء من العقل الكوني أو العقل الإلهي عندما تصافح إنسان لا تراه إنسان كجسد تراه جزء من العقل الكوني عندما تتمشى في شارع لا تقول هذا شارع وأنا أتمشى إذا تعطي لحياتك الصفة أنت تدخل في المعاناة فلا تعطي أسماء إلى شارع لا تعطي أسماء إلى مدن لا تعطي أسماء إلى بيتك أو أثاثك لا تسمي لأنه التصنيفات بمعنى الوهم الكرسي الإنسان أعطاه اسم الكرسي أعطاه اسم ولكن نحن نستطيع أن نسميه خشبة نحن نستطيع أن نسميه ذرات مادية هو مجرد اسم الكرسي يعتقد الإنسان أنه يجلس على كرسي هذه أسماء لا نصنف في الدار رقم ثنيا ليس هناك تصنيفات فأنت الكل في أنت والأشياء هي الكل وأنت موجود في تلك الأشياء عندما نقول أنت موجود في تلك الأشياء بمعنى العقل الباطل موجود في بقية الأشياء هنا أنت تحررت من معاناتك وأيضا التحرر من معاناتك يتم عن طريق فهم أن العقل الكوني موجود في كل الأماكن موجود في حياتك موجود في مستقبلك موجود في بقية الناس في أي مدينة أي منطقة في أي زمن أنت تعيش الله موجود فترى هذا الشيء ولا تحكم على الأشياء ولا تقرر لا تقول هذا خطأ لا تقول هذا صحيح تعيش هكذا عندما تعيش هكذا العقل الكوني يبدأ بإعطاءك أسرار وحقائق ومعلومات وأفكار كيف أنت هذا العقل الكوني يقول لك عندما تتحد معه كيف أنت سوف تمشي في الحياة لأنه عندما تصل إلى العقل الكوني العقل الكوني هو الذي يقودك أنت سوف لا تقود نفسك في الدار الحمراء أنت تقود نفسك أنت تقرر وأنت تحلل وأنت تفرز وأنت تقول هذا خطأ وهذا صحيح وأنت تقول أنا اسمي هكذا وأنت تقول هذا الجو بارد وهذا الجو حار أو هذه المنطقة جميلة وهذه المنطقة غير جميلة هذا أنت لكن في العقل الباطن ليس هناك أنت أنت الحقيقي هو الفراغ أنت الحقيقي هو الحكمة المطلقة الحكمة المطلقة لا تصنف الأشياء لماذا لا تصنف الأشياء لأن كل الأشياء هي تعود إلى الله فكل شيء هو الله كل شيء تتفاعل معه هو الله نفسك هي الله الأمور التي تراها تلمسها تشمها تشعر بها كلها الله بدون الحكم بدون التسميات بدون التصنفات لا تصنف هذا أفريقي هذا عربي هذا هندي هذا أمريكي هذا ألماني هذه تصنفات وهمية لا تصنف تقول هذه أرض وهذه شمس غير موجودة في العقل الباطن الله يعرف فقط الله الله موجود في الأشياء فالله يعرف فقط الله بمعنى نفس الله تعرف فقط نفس الله فأنت تعرف فقط الله أنت سوف تعرف فقط الله فيك وحولك فهنا أنت تنتقل من السجن إلى الحرية هذه أول درجة من الشعور بالشجاعة المطلقة والحب المطلق والحكم المطلقة نشكركم مرة أخرى على مشاهدتكم هذا الفيديو ونراكم في الفيديوهات القادمة ترجمة نانسي قنقر